مرحبا برج الميزان اهلا فيك في القراءة الاسبوعية لك راح تكون للاسبوعين القادمين رغير احاك الطالع الشمسي والقمري الاولى هو الشمسي الا اذا ما انطبق معاك عزيزي برج الميزان انت اشوفك قانع راضي بالجانب العملي من حياتك حاليا ما ادري ليش احسك مو جدا متحفز ان تصعد وان تنجز اكثر وان تحصل على اموال اكثر ما عندك هاي الطاقة عندك طاقة الاكواب طاقة الاكتفاء حتى كرت الاعتدال او التامبرانز كرت برج القوس يملك الاكواب ويملك انصر الماء فاشوفك قانع راضي ولكن في قرارة نفسك ان تدرك ان الوضع الحالي هو مجرد عتبة مجرد مرحلة سياحين الوقت وان كنت مرتاح وجدا خلاص حسيت ان البيت بيتك حسيت ان هذا الوضع ممكن تعيش فيه لفترة طاولة هي مجرد مرحلة انتقالية اوكي عليك ان تدرك هذا الشيء لان اذا ظليت مخلي متاعك في هاي المكان ومخيم سيكون صعب ان يوم من الايام تنسحب وتجد لنفسك شراكات افضل عروض افضل ان كانت في زواج ان كانت في وظيفة ان كانت في التجارة بشكل عام ان كانت في دول احتمال ان تستقطبك في الفترة القادمة ولكن انعزالك وقبولك بالواقع في الفترة الحالية احسك جدا غير متشجع من اجل التغيير هذا اللي رح يأثر عليك في نهاية مثل ما نقول الطفولة او الراحة يجب ان تنتهي يوم من الايام انت مو مرتاح لان انت وصلت لكل شي تبيه حاليا انت مرتاح لان الوضع الحالي صار مألوف بالنسبة لك مهم جدا ان تكون دائما جاهز ومستعد ان تحزم متاعك وتنتقل الوقت اللي يأتيك في عرض جديد عرض افضل موافقة الان الان احس ان في عنصر التوقيت مهم عندك رح يكون بعد كل هاي فترة الركود رح في وقت من الاوقات تصعد صعدة كبيرة فمهم ان تكون مثل ما نقول متاعك اصلا جاهزة عشان انتقالك يكون سلس لان اذا انتقالك ما كان سلسة تنتهي في مطاف او في النهاية تحاول ان تعالج التغيير الكبير اللي انت مريت فيه ستمر بتغييرات كبيرة ولكن اذا من الحين ما جهست نفسك لها ما اخذت الحيطة والحذر وحطيت في بالك ان في نهاية اليوم لازم اما رح اصعد بالوظيفة واذا كنت في زواج اما سيأتوني ابناء لازم اجهز نفسي واحط في بالي ان المسؤولية والتوفير وكذا كذا احط في بالي ان البزنس رح يطلب مني اكثر اذا ما حطيت هالأمور في بالك رح ينتهي بك في نهاية المطاف وقت اللي العروض كلها جاهزة من اجلك انت قاعد تسوي التعادل تأخذ كأسين تحاول ان تحقق التوازن لنفسك في مرحلة متأخرة في مرحلة انت المفروض خلاص اخترت فيها العرض اللي تريده وتتوجه وتعمل ما يجب ان تعمله رح بعدين ان تحاول ان توازن نفسك وتتقبل الواقع الواقع ان التغيير آتي لا محالة هذا اللي قاعدة اسمعه لك التغيير آتي لا محالة رح اسحب لك كرتات ثانية نشوف ما هي الرسالة لك لان اول رسالة كانت جدا واضحة يعني في اول رسالة كانت اشوفك كم مثل الطفن اللي صار مرتاح في ملابسها ويحبهم ولكن حان الوقت ان الملابس صار ضيق عليه انه هو نمى بما فيها الكفاية مستعد لملابس اجدد الملابس الاجدد مستعد له ولكن اذا تأخرت هذه هي الفكرة اذا تأخرت ستصل الى مرحلة جدا صعب فيها ان تنتزع الملابس القديمة بسبب ضيقها طبعا تنتزع الملابس القديمة من على جسدك فكون واعيا لهاي المرحلة ومستعد لها المرحلة القادمة ايضا مرحلة فيها حيرة لك يا برج الميزان هالابقى هالارحل اوكي لديك كذا خيار ومش عارف شنو تختار اوكي عندك ايضا سبعة الاكواب تحس ان مهما تختار رح يكون كأنه ما خيارك خاطئ خلا نشوف احتمال ايضا فيه ناس يحاولون يشوشون عليك لحلة انت مشغول ما عندك وقت ان تنتبه للتفاصيل فعندما تأتيك العروض او الاستمارات الطلبيات ان زين الامور اللي لازم تهتم فيها بالعمل تحاول ان تنجزها باسرع وقت ولكن فيه اشخاص ممكن يكونون عملاء ممكن يكونون كاستمر ممكن يكونون ناس محيطين فيك في محيط الاسراء الاهل الاصدقاء يحاولون يزيدون على ثقلك ثقل يزيدون على تشويشك تشويش انت مشغول وما تقدر تخسر وقت زيادة مع هذلين الاشخاص محتاج طاقة ملك الاغصان ملك الاغصان يجلس على عرشه ويعطي اوامر وبثقة بسرعة يوازن الامور بسرعة يعرف يفصل ما بين العقل والعاطفة ما بين شوف هني ليش انت معارف تفصل لان الكثير من الاكواب الكثير من الاشياء الاستمارات الطلبات الاشخاص اللي يتكلمون معاك احتمال في محيط العمل يريدون منك ان تقوم بالاجراءات وتنهي اعمالهم او تنهي توصيل البضاعة لهم مثلا ولكن بعضهم يتعمدون ان ياخذون الكثير من وقتك اكثر من اللازم فانت في حيرة ما هو التصرف الصحيح اشلون اوازن نفسي انا برج الميزان برج الاتزان اشلون اوازن نفسي ما بين الناس اللي فعلا يستحقون اهتمامي ووقتي اوكي ممكن يكون على اي صعيد عندك في الحياة قلتلك اجتماعي عاطفي في البزنس في التجارة في اشياء مهم ان جدا تهتم لها حاليا وبشكل مباشر وفي اشياء غير مهمة في الكواليس قاعدين مجرد ناس متمللين يحبون ان يحظون بالاهتمام ويأخذون اكثر من اللازم من حقهم منك فجدا حافظ على اتزانك اعرف الى ماذا توجه طاقتك ما هي الاكواب المهم ان تختارها في الفترة القادمة وتوجه لها طاقتك خذ طاقة ملك الاخصان الملك اللي ما يلاعب ما يسمح لأحد كل الملك بشكل عام ما يسمحون لأي احد يضيع وقتهم ولكن بخصوص ملك النار ما عنده وقت ضيعة يعرف وجود هذا الكارت يقولي انت تعرف نوعية هذين الاشخاص يحبون نضيعون وقتك دائما احنا نتعامل بشكل يومي مع الناس يفيدوننا ونفيدهم وكل واحد يروح في طريقة هذين يحبون يحمون حولك يضيعون وقتك لانهم لديهم الكثير من الوقت والفراغ في حياتهم الخاصة عندنا وقت اربع اه سوري عندنا كارت اربع الاغصان كارت الاساسات او العش الجديد الحياة الجديدة تعرف ليش لان انت في الفترة القادمة غير انك محتاج للتوازن غير انك الاستقرار جدا مهم بالنسبة لك لان هذا الشيء اللي انت مقبل عليه العمل الجديد او حتى ممكن العلاقة الجديدة بمثابة الطفلة الرضيع شيء جديد توا قدم الى هذا العالم فمحتاج منك الكثير من التركيز الاحتمام التوجيه عشان تكون اساساتك مستقرة عندك اربع اساسات في الارض اذا ما حافظت على استقرارها فسيكلفك هذا الشيء غاليا صراحيا برج الميزان هذلين الاشخاص تحذير لك ايضا ان اذا حاولت ان تتوازن معاهم او تكون عادلا معاهم تعطيهم الوقت اللازم يمكن شخص ايضا يرجع لك من الماضي ويطالب ان يرجع معاك العلاقة وانت اصلا مضيت في طريقك ومستعد للزواج بشخص ثاني فهذا الكرت يقول لك قاتل او صارع من اجل نفسك لا تسمح للاشخاص ان يضيعون عليك الوقت الثمين الحياة الجديدة اللي بانتظارك مع الشريك الجديد الوظيفة الحالية اللي فيها الكثير من الفرص لا تخليهم يقللون من مستوى ادائك لا تسمح لهم وايضا لا تنخرط معاهم في الصراعات او النقاشات لان هادلين الناس احس ان دائما رح يكون عندهم نقاش معاك دائما عندهم قصة او شيء او شبث او عذر يفتحون معاك في محادثة ويظلون فيها هاد هو التحذير لك التحذير الثاني لك او النصيحة الثاني انه نعزل في عملك في عملك وان كنت محاط بالناس ولكن خلك شوية غامض كل ما قل كلامك كل ما قلت فرصة هادلين الاشخاص ان يفتحون معاك اطراف الحديث هذه هي نصيحة التارو الذكية او الذهبية لك انت اوكي تحت ملك النار عندنا فارس الاكواب وجودهم تحت بعض يقول لي ان تاخذ طاقة ملك النار ان زين جدا مسموح لك في الفترة القادمة الملك الصريح المستقل اللي ما يحب وما يقدر اي شخص ضيع وقته وطاقته تعرف ليش؟ لان كل شيء في الفترة القادمة لازم ينبع من حبك لذاتك من حبك لعملك الجديد كأنه ما حط نفسك دائما بين خيارين هل اختار الشخص الجديد؟ الحياة الجديدة اهم بالنسبة لي؟ العمل الجديد؟ الفرص الجديدة؟ ها؟ المالية العاطفية هذي اهم بالنسبة لي؟ ولا اشخاص رح اتكلم معاهم دقيقتين يكونون موجودين في حياتي بشكل مؤقت وبعدين اعرف ان دائما رح يخرجون او ينسحبون دائما اسأل نفسك السؤال الكبير وافعل من اجل نفسك يا برج الميزان تحرك من اجل نفسك هنا تاخذ طاقة اكتف الطاقة الاكتف هي دائما طاقة التدخل السريع تدخل اختار من بين كل هالاكواب انت انتق انتق الاشياء او الاشخاص اللي لازم تعطيهم اهتمامك بشكل سريع وتساعدهم تنهي لهم الطلبيات من الاشخاص اللي حاولون فقط ان يضيعون وقتك رح اتحب لك نصيحة اخيرة يا برج الميزان موضن سبعة الاكواب فارس الماء يأخذ كوب واحد ينتقي المشاريع اللي يعمل عليها العلاقات اللي تدخل في حياته انتق اكت از اف يور بارتنر از هير تصرف وكأنما شريكك موجود الان اهني يقول لك وان كنت لم تحصل على كل ما تتمنى في هذا الحياة لحد الان مجموع الثلاثة والسبعة عشرة عشرة الاكتمال انت موجود شريكك معك ويحبك والحياة كيلها بخير لازم تتصرف ان الامور اللي تريدها في الحياة حدثت لك تدري ليش لان هذا بيكون مثل الحماية لك اذا تتصرف بتهور وتسمح للاخرين ان يدخلون يخرجون من حياتك على كيفهم يضيعون وقتك على كيفهم انت مش واعي ان هذا يأخرك عن دخول الشريك الشريك اللي في النهاية رح تكون سعيد معه الشريك اللي رح يسعدك وتسعده يقول لك تصرف كأنهم موجودين ولهم حق عليك لهم حق في اولوياتك في وقتك لهم حق في الطاقة طاقتك انت وين توجههم مع من عملك يجب ان يكون هادف في الفترة القادمة كل شيء لغراض عندك ثمانية الخماسيات لا تنسى سو كل شيء بثقة وبغرض وبدون ان تسمح لأحد ان يتلاعب بالاساسيات اللي وضعتها لنفسك لان في النهاية الشريك سيدخل في حياتك في وقت ما هل تريد ان يدخل وانت لحد الان الامور عندك مكركبة وصالك فترة تسمح لهاي الناس ان يسوون اللي يسوونه في حياتك ولا يدخل الشريك في حياتك انت عندك صفحة بيضة وعلى تم الاستعداد شكرا عزيزي نعم ترجمة نانسي قنقر شكرا